أريد الدنيا بعمل كيف؟ أيام الاختبارات بعض الناس يصلي وما يصلي وما يسب وتصدق صح؟ ولا مخدرات ولا دخان ولا شيء حتى تطلع النتيجة وخاص خطأ بسرعات وبدأ يصلي واستغفر أدع الله تصدق حتى تخرج الموافقة ومع السلام صحيح؟ وبعض الناس صلي بالناس قال الله أخي الأوقاف وقفت المكاوات قال السلام عليكم كيف نعرف هذا يريد الدنيا بأيش؟ لأن المرائي قد يرأي يقولنا في أيش؟ في الصلاة لكن هذا لو كان إمام للناس ويصلم الأجر الراتب إذن كل صلاة تشرك كيف نعرف أن يريد الدنيا أو الآخرة؟ عندنا ضابط واحد إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخد وإن تحكم على نفسك وحكم على غيرك يوم يترضى على الأمير لأنه أعطاه الأمير وهذا وقت صرف كافة السنوية ويوم يحصل كذا ولا كذا قال والله الحكومة وكذا يدرس في الجامعة طيرة السنوات يمدح في الجامعة إذا تخرج بدأ يسنف في الجامعة يعطي رضي وإلا بيعطي غضوك ورضاك يكون لمن؟ إذا كان للدنيا باب من الشرك إرادة المرض بعمله الدنيا يخ انتبه لا تغضب وتنظى إلا لله عندنا في الدراسة جاني ثلاث طلاب يتخاص بي تعرف مشاكل الطلاب ما تنتهي فهل مهم؟ جاء طالب ذلك قال أنا حل الإشكال قال تفضل تعرف إشكال الطلاب ما ينتهي وجاني هذا طالب كبير في السن قال أنا حل الإشكال بلعام الطلاب فقال من تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط حل الإشكال صح؟ أي والله خوارج عندنا في هذه الأيام في كل وقت الخوارج الغضب والرضا أجر الدنيا إن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين فرعا والذكري عارف إنه ما يريد المال فقر يريد المال وعيش منصب